ولسه كلامنا مخلصة عن العند والندية وان احنا نوقف قصاد بعض انا وجوزي او انا خطيبي او انا والراجل اللي بحبه ليه طول الوقت انا عايزة ازبط وجهة نظري وما فيش فايدة لازم يفهمني ولازم يقتنع هو نفس الحكاية لا انا انت لازم تفهمي انا وجهة نظري ايه بنفضل طول الوقت وقفينه وصاد بعض بس ما بنوصلش الحل انا شايفة كمان حتة ان احنا بقى يمصبتي يمصيبة ان احنا لما بندخل الاهل ما بيننا في المشكلة وده اللي الناس قالته في التقرير ان فعلا لما يعني ممكن انا وانت نتخانق في البيت عادي اي حاجة لكن لو مامت قاعدة وقالت كلمة قدام مامت اللي قاعدة مش هتعدي مش هيبقى عندي بقى هتبقى خناقة فظيعة جدا مش هيبقى عندي هتبقى كرامة وبعدين بقى ايه اهل الست دايما ودايما انا بقول الكلام ده في حلقات كتير قوي ابوس ايديك اسمعوا كلامي عبدالله اهل الست لما بيحاولوا يبينوا ان هم جانتي ومحترمين بالزيادة وان بيجوا على بنتهم فلما بيجوا على بنتهم عشان يعني قال ايه تبينوا ان انتوا ناس لطاف يعني هي مش لطافة في الاخر لان هي البنت بتبقى مقهورة عايزة حد يقول كلمة في حقها لان مش عارفة تثبت حقها فيجوا في الاخر يروحوا مثلا ايه الكلمتين وبتاع وبابا يقول لها استاني انت بس تتكلمش دلوقتي فهيبتدي عرض قضيته اللي هي نصها بايز ونصها فيك هو بيقول بطريقة تانية فتبتدي يعني باباها خد صف جوزها او خد صف خطبها وفجأة حست ان حقها راح فعايزة اقول لهم بس عشان ايه انا عشت الحاجات دي في حياتي ان ده بيتحول بعد كده عند بقى قهري بيتفهم غلط اللي هو بقى انا لو هعدي لك مش هعدي انا لو كنت كويسة 20% انا مش هبقى كويسة 1% مش ده اللي بيحصل عبدالله ده حقيقي تدخل اي طرف تالت في العلاقة في الغالب هو بيبواصل مش اكل او باخر يعني الدين لما قال حكموا من اهلها وحكموا من اهلك حكم يعني حد حكيم يعني ناضج يعني راشد يعني مش هيجي على حد في الاتنين يعني لو بنتي اللي غلطانا فانا هبقى منصف وهقول انها غلطت وابدأ اشوف نعالج المشكلة ازاي فلو احنا متأكدين يقينا ان الطرف التالت اللي هيدخل بقى سواء اهلي او اهلها هيبقى منصف وحكيم وراشد وبالغ وفاهم ساعتها اه هيبقى حاجة مفيدة جدا بس ده 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 في العصر الحالي بقى نادر عشان كده دايما انا بفضل ان الطرف التالت يبقى متخصص معالج دكتور بوتش علاقات حد في النهاية مش مما صلحته ان هم يتطلقوا او يكملوا مش هيستفيد حاجة وفي نفس الوقت هو هيشتغل على الكسور اللي موجودة عند حد فيهم ويحطها قدامهم بشكل واضح من غير ما يكون في صف حد من الاتنين